اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كثير من الامور وعشان هيك بتتعب عشان تحصل على الشيء ولما تحصل عليه بكون سهل جدا انك انت تفقده فعشان هيك يسمى المعلم الصارم انه بيحطك دائما في مكان لتختبر قدراتك فلما يتواجد زحل دائما في البروج بعبر عن مشاعر الشخص وثقته بنفسه ورجولته او بمعنى اخر بعبر عن شخصيته ولما بكون موجود في البيت بعطي واقع اكبر للتحليل فعشان هيك انت لما تعرف زحل وين كان لما انت انوجدت او لما انت انولدت فلما تعرف البرج تعرف جزء كبير من شخصيتك ولما تعرف هو موجود في اي بيت كان على حسب الخارطة الفلكية تاعتك تعرف جزء اكبر كمان تعرف سبب المعاكسات اللي عندك تعرف المعاكسات اللي بيشكلها زحل على ايش تحديدا في حياتك او بضغطك في ايش تحديدا فهاي اللي دروس بتساعدك على انك انت تفهم شخصية اي بني ادم انت بدك تتعامل معاه تعرف انه هو محظوظ تعرف انه هو منحوس تعرف انه الامور ماشي معاه تعرف انه الامور بتتعركس معاه تعرف انه بيكون مساعد للك تعرف انه هو بيكون عبئ عليك بعرف انه انت بتكون متكل عليه ولا هو بيكون متكل عليك يعني تحليل شخصية المولود دائما مفيد لأي شخص فعشان هيك انت لما بدك تتعامل مع شخص بهمك انك انت تفهم شخصيته وتحلل شخصيته عشان هيك انا وضعت هاي الطريقة المبسطة اللي هي الدروس الابتدائية احنا منسميها في علم الفلك للمبتدئين انه انت بكون سهل عندك مجرد ما انك انت شفت تاريخ ميلاده بتعرف زوحلوان موجود او بتعرف في اي بيت اذا عرفت ساعة ميلاده فانت حددت تقريبا نحكي سبعين في المية من شخصيته بتصير انت فاهمه عارفه بتعرف ايش بفكر ايش بشتغل ايش علمه ايش ثقافته بكذب بكذباش عايش بوهم عايش بحقيقة بواجه بقدر ينحط في المصاعب بقدرش ينحط في المصاعب فانت بتكون مدرك لهاي الامور اما بالنسبة للشخص نفسه فبعرف هو نقاط ضعفه هو ايش هي وبعرف هو يشتغل على ايش عشان يغير نقاط الضعف هاي خلينا نشوف زوحل وتأثيره على الابراج الاثنى عشر زوحل في الحمل يجد نفسه في صراع بين المشاعر مشاعر التصميم لبلوغ الهدف ومشاعر الاحباط من عدم القدرة على تنفيذ ذلك الهدف زوحل في برج الثور يدرك اهمية المال لضمان مستوى معيش جيد ومن هنا يسعى للحصول على هذا المال زوحل في الجوزاء يحب معالجة مواضيع معقدة تتطلب تحديا فكريا زوحل في السرطان يجد صعوبة في الانتماء لمشاعر افراد العائلة زوحل في الاسد لديه قدرة على القيادة ويسعى دوما نحو القمة زوحل في العذراء ينتبه في عمله لكل التفاصيل الدقيقة المطلوبة ويتحمل المسئولية جيدا زوحل في برج الميزان يتحمل مسئولية اجتماعية وينجح في تنظيم اموره زوحل في العقرب محاولة المحافظة على الاستقلال العاطفي لانه الغيرة هي سبب المتاعب زوحل في برج القوس بحاجة للحرية للتعبير عن الآراء المستقلة وببذل جهد لإدخال تحسين على تفكيره وعاداته زوحل في الجدي بوجه الطموح نحو تحقيق الأهداف عملية تطلب الالتزام والاجتهاد زوحل في برج الدلو بكره انه يقيد حريته الفكرية والكلامية وعنده قدرة على ابتكار شيء جديد في عمله زوحل في الحوت بشعر بانه بعيش حاضر صعب والسبب برجع لتجارب صعبة من الماضي بترجع عشان تزعجه وبكون مزاجي هيك انهينا زوحل في الأبراج الاثنى عشر والآن زوحل في البيوت الاثنى عشر زوحل في البيت الاول عند مواجهة مشكلة ما لديه قوة صبر ومثابرة حتى يتغلب عليها زوحل في البيت الثاني بيتحمل مسئولية ادارة اموره المالية وبكون مقتصد زوحل في البيت الثالث بتحفظ في كلامه وبيتكلم ببطء نسبيا او بصوت منخفض زوحل في البيت الرابع بتحمل مسئولية كبار السن من افراد العائلة وبيهتم بشيخوخته زوحل في البيت الخامس يجد حياته العاطفية مقيدة او باردة وبتواجه النسوة صعوبة في الحمل زوحل في البيت السادس يأخذ عمله على مأخذ الجد وبيقدر يكون مسئول ناجح زوحل في البيت السابع بيتأخر زواجه او بيكون زواجه من شخص اكبر منه سنا زوحل في البيت الثامن بيكون اكثر قدرة على ادارة شؤون الاخرين ماليا اكثر من شؤونه هو المالي زوحل في البيت التاسع بنصب اهتمامه على دراسة مواضيع علمية ودينية زوحل في البيت العاشر بيتطلع الى بلوغ مركز قوي في مجتمعه وبيسعى لهذا الهدف بالجد والاجتهاد زوحل في البيت الحادي عشر بيتحمل المسئولي اتجاه الاصدقاء وبيفضل مصاحبة اشخاص اكبر منه سنا للاستفادة من تجاربهم زوحل في البيت الثاني عشر بينجح في عمله اكثر وهو لوحده وبيحتفظ بمشاكله ومتاعبه لنفسه هيك منكون انتهينا من تحليل شخصية الاشخاص بالاستعانة بمعرفة زوحل وما كنتو واجده وايش بكتسب الشخص اللي بكون عنده زوحل في البرج والبيت وبتمنى انه اللي بيعرفش طالعه في لينكين موجودات في صندوق الوصف بيعلمنا كيف تدخل على موقع وكيف تستخدمه واللينك تبع الموقع واللي بدو يعرف البيوت فيه بقدر يدخل على قائمة في نفس القناة اسمها دروس في علم الفلك او دروس الفلك بدخل عليها بيلاقي كل دروس هاي موجودة فيها واي سؤال او استفسار اكتبونا اياه في التعليقات وفي النهاية الله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء